أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم السبت أربع شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح ينتقل لبرج الأسد يعني في عنا خلوه مسار في ساعات الصباح القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح ينكث القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 12 و7 دقائق من بعد منتصف الليلة هذه الجمعة على السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر زي ما حكينا الآن موجود في برج السرطان في ساعات الصباح رح ينتقل لبرج الأسد فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح نشعر بقوة العاطف من حاول جوم من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء أو استئجار عقار أو زراعة نبت ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا ذروة زاوية التربيع اللي هي ما بين الشمس وبين أورانوس الآن الزاوية اللي تأثيراتها مستمرة هي زاوية التربيع السلبية اللي ذكرناها يوم أمس هي زاوية التربيع ما بين الزهرة وبين المريخ وحكينا أنه تأثيراتها من يوم ثلاثة اثنين لغاية يوم سبعة اثنين دروتها طبعا يوم خمسة اثنين بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية وبتدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبعاني الفنانون والمضربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية هذه فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اليوم طبعا راح تكون ذروتها هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس ذروتها اليوم الساعة 2.50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثير هذه الزاوية مستمر من يوم 31.01 وحتى 7.02 بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب بسبب هذه الزاوية وكما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضربات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وأمور إلها علاقة بالطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو ورح تكون ذروتها ساعة 6.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرق سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعة طيلة اليوم أما خلو المسار السلبي اللي رح يبدأ بعد هاي الزاوية يعني الساعة 6.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة 8.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الأسد عشان هيك بيصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعن التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعن اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية وحيدة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي تاثيراتها بتبدأ من ساعة العصر ولغاية صباح اليوم الأحد هي زاوية القمر والمشتري زي ما حكينا تثليث ذروتها ساعة 10.33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الغشاء اللي هو اللي بيغلف الرئة والصفاق أيضا اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هدولة الأكثر حساسية من الآن ولقاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية وضغط الدم ومعدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولة اللي بيصيروا أكثر حساسية طبعا اليوم ما بيجوز عمل عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية لهاي الأعضاء ولغير هاي الأعضاء بسبب أنه اليوم اكتمال القمر يعني مراحل اكتمال القمر أنه بده يصير بدر فعشان هيك هو مش اليوم رح يكتمل بدر ولكن أنه بدأ بالمراحل الكبرى احنا منسميها اللي بيصير فيه سيولة في الدم وبصير فيه احتمالية للنزيف فعشان هيك اللي بياخدوا أسبرين أو بياخدوا أي مميعة دم كليكسان يهب أي شيء من هاي الأدوية إنه يبلغوا الطبيب أو يوقفوا أخذ هذه الأدوية قبل العملية بالمدة اللي بيقررها الطبيب لعلهم وبرضو تنبيه الطبيب لأجل أنه يعرف شو الأدوية اللي يعطيها لتخثير الدم بالنسبة طبعا للعمليات الجراحية زي ما حكينا يعني إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لأعمليات التجميل مثل الحقن بنصح فيها ولكن الجراحة ما بنصح فيها هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ستة اثنين رح يكون يبدأ خلو المسار ساعة ثنتين وخمستاشر دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام ساعة تسعة وثلاثتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقر القمر بعديها لبرج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره أربعتاشر يوم في تمام ساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بصير عمره خمستاشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاشة اثنين سعيد العام بنسبة خمستاش في المية ولكن في ساعات المتأخرة من اليوم السبت يعني آخر الليل تقريبا بصير منتحس بنسبة عشر في المية القمر في السرطان بدي انتقل للأسد ورح يظل في الأسد حتى يوم ستة اثنين الآن هو سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجدي حتى يوم احداش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم عشرين اثنين سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتر في الحمل حتى يوم ستة عش خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمستاش في المية ارانوس في الثاور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم فعشان هيك برضو اليوم لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من ساعات الصباح طبعا الأجواء راح تصير إيجابية وقوية بشكل كبير على المستوى العاطفي والرومانسي فاليوم من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات العواطف راح تكون جياشة وبرضو بإمكانكم ممارسة هواية أو حتى الترفيه عن النفس برج الثور من الآن لغاية ساعات الصباح برضو بتنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات والسفريات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة وبتقدروا تدافعوا عن مبادئكم ولكن بليونه أما من ساعة الصباح في التركيز بصير على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة تقدروا اليوم تعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء ممتازة على مستوى الفرص المالية اللي من الآن ولغاية ساعات الصباح موجودة فممكن اليوم يكون في فرصة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية أو تحصلوا على أموال بتعود لكم أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن بعض موليد برج الجوزاء يمولوا للإسراف أما من ساعات الصباح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والعلاقة مع الإخوة أو الجيران وعندك قدرة عالية على النقاش والحوار ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وخاصة في ساعات الصباح برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح أنتم مشحونون بالنشاط الحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم واليوم ممكن تحققوا انتصار أو تظهروا مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وحاولوا انكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ما في داعي للتبذير يعني بتكن تنتبهوا اليوم تفتح لكم مكاسب مالية وخصوصا من ساعات الصباح يعني المكاسب هاي تجي من أكثر من اتجاه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي بسبب وجود القمر من الآن ولغاية ساعات الصباح في برج السرطان حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ومشوي بتحس حالك مرهق وقليل الحماسة أو ممكن انك بتنتظر جواب ولكنه بتأخر لان الأمور مش ماشي معك مثل ما بدك ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتشعر ان طاقتك بدأت ترجع لك بشكل قوي مع ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شكل بناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا الان بدأ القمر يقترب من بيت المتاعب صحيح انه في نشاط اجتماعي او رغبة بلقاء بعض الاصدقاء او الاتصال بهم او هم بتواصلوا معكم او بتسمع اخبار ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة من الان لغاية ساعات الصباح ولكن بتكون تتجنبوا الانتقاد انتقاد اي شخص صحيح انه اليوم بيحمل مازال فرصة لمكسب في حاجة تأييد او دعم لا اليك ولكن ابعد عن الانتقادات اما في ساعات الصباح وما بعد فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اهم اشي انه بالفترة القادمة لا توقعوا على عقد ولا تحسموا امر لانها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان من الان لغاية ساعات الصباح رح بتتركز جهودكم يا موليد برج الميزان نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم وما زالت الاجواء جيدة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بتحملك هاي الساعات يعني مسألة يعني حل مسألة شخصية كانت تسبب لك بعض القلق اما من ساعات الصباح الاجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا بين الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة او تسعدوا من لقاء او خبر او اتصال من بعض الاصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا رح يظل النشاط عالي جدا من الان ولغاية ساعات الصباح في امور السفر والاتصال البعيد والحوارات النقاشات ولكن اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم ما يعتمد على الحضوض وبدك تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وخصوصا في ساعات الصباح ممكن تفرحوا لانفراج مسألة ضاغطة اما من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عمان عمل ولكن بتكون تجنب الخلافات وتسعوا لطلطي في الاجواء برج القوس من الان لغاية ساعات الصباح حيب تنهمكم في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات الا انه في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض يعني الاجواء جيدة على مستوى الامور المالية المشتركة ممكن اليوم تحصل بعض الاموال الى لك او تجد حل بعض المسائل المالية او امور الها علاقة ببنك ضريبة تأمين تجد لها بعض الحلول اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الاجانب والامتحانات الجامعية ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن وخاصة في ساعات الصباح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الان ولغاية ساعات الصباح بظل اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر ما زال موجود مقابلكم اه تماما فعشان هيك ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة مبعدوا عن المواجهات لانها فترة ما زالت متوترة وفي بعض الحدية بالجو وانت الحلقة الاضعف اما من ساعات الصباح في القمر بتحرك للبيت الثامن هنا بتتنفس شوي من بعض الضغوطات اليوم رح يعيد لك بعض الامور اللي لها علاقة بالوضع المالي فبتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور الثانوية الاجواء غنية بالفرص اليوم ولكن ممكن يكون فيه اهتمام بالبيت او العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر بدأ بمراحل المقابل الآن فعشان هيك تجدون العمل بدأ يتراكم لديكم من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في اي مواجهة اليوم بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضروا لورشيف ولكن بتكونوا مستعدين وما تعتمدوا على الحضوض اما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات مهما كانت الظروف لان القمر بمقابلك وايضا الزاوية اللي ما بين الزهرة وبين المريخ اللي ذكرناها في بداية الحلقة يعني بتكبر الخلافات وبتصل لنتيجة صعب حلها فما تضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بالضر رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هي الضاغية والظاهرة على الساحة حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم وبرضو ما تفرضوا رأيكم وسيطرتكم عليهم اليوم برضو ما زالت الأجواء فيها إنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات أو تزدهر من ساعات الصباح القمر رح يتحرك ويصير في البيت السادس فعشان هيك تلت النهار من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن يكون عندكم مراجعات طبية أو فحصات أو يعني قلاق على أحد الأحبة اليوم بيتراكم العمل أكثر برضو من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بدكوا تبادروا من الصباح للعمل دون تأخر ودون تغيب هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء